اشتركوا في القناة وقال الشيخ أبو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى في كتاب حصص الأتقياء الصواب أن قوله تلك الغرانيق العلا من جملة إيحاء الشيطان إلى أوليائه من الزنادق حتى يلقوا بين الضعفاء وأرقاء الدين ليرتابوا في صحة الدين أي وليلبسوا عليهم دينهم قال رحمه الله تعالى وحضرة الرسالة بريئة من مثل هذه الرواية وقد بيّن الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى أن هذه القصة باطلة موضوعة ولا يجوز القول بها قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال تعالى سنقرئك فلا تنسى وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى في رد هذه القصة من جهة الرواية قال يكفيك أن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحث كل صحيح وسقيم قال رحمه الله تعالى ولقد صدق القاضي أبو بكر بن العلاء المالكي حيث قال لقد بلي الناس ببعض أهل الأهواء والتفسير وتعلق بذلك الملحدون مع ضعف نقلته والطراب رواياته وانقطاع إسناده واختلاف كلماته فقائل يقول إنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك في الصلاة وآخر يقول قالها في نادي قومه وآخر يقول قالها وقد أصابته سنة وآخر يقول بل حدث نفسه فسها وآخر يقول إن الشيطان قال على رسانه صلى الله عليه وآله وسلم وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما عرضها على جبريل قال ما هكذا أقرأتك وآخر يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقلها بل أعلمهم الشيطان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالها إلى غير ذلك من اختلاف الرواة وقد نقل العلامة الشهاب في شرح الشفاء عن ابن سيد الناس أنه قال بلغني عن الحافظ المنذري أنه كان يرد هذا الحديث من جهة الرواية بالكلية أي كان يرد حديث الغرانيق بجميع رواياته المتناقضة قال وفي سيرة مغلطاي حديث أن الشيطان ألقاه في أمنيته كما ذكر الكلبي هو مردود الرواة عن باذان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مغلطاي وقد قالوا أي المحققون إنه باطل نقلا وعقلا قال القاضي عياض رحمه الله تعالى وأما توهين حديث الغرانيق من جهة المعنى فقد قامت الحجة واجتمعت الأمة على عصمته صلى الله عليه وآله وسلم ونزاهته من مثل هذا وأتى بما فيه الحجة القاطعة على كذب هذه القصة والحمد لله رب العالمين